سلام سلام حبيباتي عسلامتكم ومرحبا بكم معايا في هذا النوفال فيديو اليوم الفيديو سنبدأها بالدواس سندوس معاكم وحدة بوحدة لبنت علاش مراكمش كامل شوغ انستاغرام تاعي هذا وش حبيت نفهم علاش رانا اللي هنا الله يبارك ما شاء الله غاشي والتمة ما كان حتى واحد لا لا كاين الله يبارك راما معمرين عليا الدار بصح حبيتكم كامل تكونوا التمة واللي راهم بالك دينين في بالهم باللي نفس المحتوى على اليوتيوب هو تعال انستاغرام نقول لكم دي تخمبوا المحتوى تعالى باج انستاغرام تاعينا غيانا اوار مع المحتوى تعيوتيوب يعني راح نتوفوا اشياء جديدة راح نتوفوا مريومة كي ما جامع ما شفتوها سر يوتيوب كامل انشاء الله نتلقى بكم التمة هكذا بش يكون التواصل بناتنا دجا سهل يكون بلو سامل نقدرو نتبعتو دي فوتو نتبعتو دي ميساج فوكو المهم حبيباتي تعال انستاغرام رام على بلهم ويستطيع ان نتوفر ميساج في الميساج ربما وفي تعليقات بلوتو تاع هذا الفيديو قولوا لهم قولوا لهم باللي صح كي ينتواصل بناتنا وبلي المحتوى مختلف ومحتوى ان شاء الله راح يعجبكم كي ما يعجبكم ان شاء الله المحتوى تع يوتيوب حبوبات هذه هي الحاجة اللي اللي كنت حابة نقولها في الفيديو تاع اليوم بسكو حسيت بليك ان الله يبرك غاشي بسكو 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 نتحقكم كامل تنضموا الصفحات على الانستاغرام مريم لايف ستايل دوتو تفاصل نحن خليها لكم اللي هنا في كامل الفيديو وحنخليها لكم تاني في صندوق الوصف حكذا باش تنضموا كامل البنات اللي تمكرا هم توجو يبعتوا لي تطبيقات تاع الوصفات تاعي يبعتوا لي تساؤلات يبعتوا لي استشارات المهم اللي تمكرا انا صح نقصروا بيناتنا انبريفينت بعتوا دي ميساج الحاصل اللي حبوهم اليوم اكيد ان شاء الله راحين ينضموا اللي تقول لي ما عنديش ربما اون باج انستاغرام اللي حبيبة تقدري التليشارجي انستاغرام من بلاي ستوق عادي سينابليكاسيون تليشارجيها واللي راهي تقول لي ربما احيانا يقولوا لي رجالنا ميخلوناش نديرو انستاغرام بصح وش كاي ينشور انستاغرام مش ميخلوكم ش رجالكم ديرو انستاغرام لو كان كانت حاجة في الانستاغرام ماشي مليحة ولا رجلي كان اول واحد راح يقول لي ما تديريش انستاغرام المهم هادا هو الشي اللي كتحابة نقوله لكم ودركا خلونا نجوزو الفقرة التانية على فيديو تاعنا اللي هي اون رسات مانيفيك تحاساء فطر مع دي صالي بتلت مكونات فقط وش رحي نسحقو فلاسو بتاعنا تاع الفطر اللي بنات احي نسحقو زوج حبيبات باطاطا مقطعين احي نسحقو كمية من الفطر احي نسحقو تانية زوج حبيبات بصل موين يكونوا مقطعين نسحقو تانية زوج حبيبات تاع توم مو كعب تاع ماراق الدجاج زوج حبيبات فخوماج فندو ونسحقو كمية ملاك خرم فخش الكمية تقضو تكون كاس هكذاك تاع الماء نسحقو فلفل كحال و اعشاب عطرية ويلا هبنا سان بلو تاردي لطريقة التحضير رحي ناخدو المغمية تاعنا نديرو فيها مغرفة كبيرة تاع مارغارين ننزيدو معاها شوية زيت ونحطو فيهم البصل تاعنا باش يتقلى البصل هو اول انجريديون نحطوه نقليوها شوية هكذا ندبله غير شوية ونضيفو عليه البطاطا تاعنا نقليوها هي تاني معا هاداك البصل بعدها راحي ننجو نضيفو كميات تاع الفيتر ماشي الكميات كاملة تاع الفيتر تاعنا حي نخليو كميات صغيرة دوكوتي نقليو كلش نزيدو عليهم الفلفل لكحال وشوية بركتاع الملح خاطر ما تنسوش بلا راحي ننضيفو هاداك المكعب تاع ماراق الدجاج درت له هنا يزوج فصوص تعتوم ونجي الهنا ندل المكعب تاع الدجاج كاين بزاف لي عشاك في قولوا لي مريو ما المكعبات هادو ما ماشي صحيين ماشي صحيين راني معاكم وكنت اعطيت لكم وصفة يعني باش تقدروا تعودوا هاد المكعبات تاع ماراق الدجاج مايبون انا من ذك من ذك ما نقدبش عليكم نستعملهم حقيقة وش راني ناكلوا دون وجوق صحي فخانش ما ممكن يناكلوا يعني الفواكه والخودر والله العظيم ما خلوهمش يقعدوا صحيين يعمروهم بالسوموم يرشوهم بالسمومات يسقيوهم بالسوموم الحاصل الله يجعل الخير وخلاص موهم بعد ما قلينا الخودر تاعنا كامل اللي بنا تشوفوا كيفش تقليا لازم تكون يعني ماشي حتى يتحرقوا الخودر تاعنا باش ما تتبدلش يعني اللون تعلاسو بتاعنا يقعد فاتح نجي نمرق ندير الماء ونخلي اللاسو بتاعي طيب على غرضها هادوك اللي شامبينيون كتو شتوني قطعتهم على شكل شرائح وحطيتهم يتقلب شوية زبدة بعد ما طابلي كامل الخودر تاع اللاسو بتاعي جيت بيان سوغل هنا راني نميكسي فيهم رحيتهم بيان 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 حتى ما يقعد ليش يعني هكدحوا بيبات الزت هادوك اللي دو مخصو تاع الفروماج فوندو وراح نزيدوك الكميات على كرام فخاشتاعي اللي كما قلت لكم باقب كاس ولا باقب 100 ميليليتر 150 ميليليتر رح تكفي لارجما وحسب الادواء المهم رح ننضيف دورك الاعشاب العطريات تاعي رح يزيدو نصف القوت على اللاسو بتاعنا ونخلطو يعني للمرة الاخيرة ومن بعد سيبو ما بقالي إلا اني نضيف هادوك القطع تاع الفطر اللي كنت قليتهم في الزبدة وورانا كملنا الحساء تاعنا خلونا دورك نجوزو لطريقة التحضير تاع المملحات وش رح نسحقو قلنا تلت مكونات فقط رح نسحقو 100 غرام تاع مارغارين تكون بيداج حارة المطبخ 200 غرام تاع فارينة و100 غرام تاع جبن أبيض هادا يا رح نسحقو اللي هاداك الخاليط تاع البيتزا يعني الاعشاب تاع البيتزا تقدو تستغنو عليه ولا تعوضوه بالاعشاب العطرية المهم الشي اللي عندكم وشي اللي كان وشوية ملح هادا وش رح نسحقو في المملحات تاعنا رح ناخدوه دونك الهناية التبسيل رح نخلطو فيه رح نديرو المئات غرام تاع المارغارين تاعنا تكون بيانسوغ شغلطرية باش تقدروا تخدموها فاسيلا نضيفو مئات غرام تاع الجبن وميتين غرام تاع الفارينة رح نحطو عليهم برق شوية ملح و هاداك الخاليط الخاص بالبيتزا رح يضيف عليه قوي يعني هاي نجو نخلطو كل شي ملح 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 ما نزيدو لاما لوالو غير نجوتو هاديك الزبدة مع هاداك الفارينة هم لا رح نشمخو بهم لفارين ديالنا وراني الهنا نوريلكم كيفاش تجي يعني لابات تاعنا مور ما نكونو كملناها يعني شوفو اون بات مات لسقش بسح طرية هايلا فوالا شوفو كيفاش رح نوريلكم فيها باش تعرفو اكزاكتومن القوام ديالها فوالا حبوبات هاكو تشوفو فيها شحال طرية مواما ما تلسقش في يديكم عاكو اللي حال انتمو والفارينة داكم تقدروا تزيدو على هاديك الميتين غرام ربما كاش عشرين ولا ثلعتين غرام زيادة بعد ما كملنا نجيت نوزن هنا يا دونك لابات تاعي درت ابي بخي كوريات تاع عشرين غرام للوحدة باش يجوني كامل المملحة تاعي قد قد ما تقدرو تاني عينكم هي ميزانكم هادوك الكوريات اللي شكلتهم رح نجيتو سمبلمون نديرهم دولك حريبشات ولا تقدرو تستعملوا اي شكل من الاشكال اللي حبيتو انا حبيت ندير السامبل دونك قدرت هاديه على شكل حريبشات صغيرين هاولي كله هنا يا العدد تاع الحريبشات اللي يعني يعطي كمية ما شاء الله نجي ناخد الموس تاعي وندير عليهم خطوط فاقط هاديه التزيين كما راكو تشوفوا بكل سهولة ناخد الموس ونعلم عليهم هاديه بخطوط ساهل ماهل يعني المكونات ساهلة طريقة التحضير ساهلة والبنة ما تضمونا من عند مريوما جيت من الفوق حطيت شوية تاني من هاداك الخالط تاع البيتزا لكن هادا ماشي شرط تقدرو تعودوا هادشي باي حاجة حبيتوها ولا تستغنو عليه تماما هام لك دوركا بعد ما طابوا حبوبات ودخلتهم للفرن على 180 دراجة فوغ فانتيلي لك انتوفر سينا سيبا لابن شوفوا طياب بتاحهم كيفاش جا بيان دوغي بلا مدهنهم بلاحت حاجة يجوا طريين يجوا يقرمشوا يجوا هايلين هادوما المملحات شوكتو معالي سو بتاوعنا ما ني فيك جربوهم ولي تجربوهم ان شاء الله تبعتلي تطبيق سور انستاغرام ودركا راكو تجوفوا دونك اللي غو ستتاوعنا في طبقة تقديم الحاساء تعنا جا من اروع ما يكون يجيكم واحد الحاساء رائع في البنة هايل بزاف 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 فاتموا ها كنفيانس المملحات تعنا بعد ما نحضروش ساهلين ديروهم فريمان سا مينوت مكونات تحهم توفرين في كل ان شاء الله عند كل واحد والا المهم كلش ساهل ماهل والنتيجة هايلة سا لبلس امبورتان انو نديرو حاجة ساهلة بمكونات قليلة لكن النتيجة تح تكون مبهرة والا هادو هو يعني السر في المطبخ تعنا نوريلكم اللي هنا يكيفجت هديك لسوبة بانبلوتي هكدايا بلي مخصوط عشامبينيون من اروع ما يكون كي تكونوا تاكلوا فيها تفكروني ودعولي بالخير تاكور ما تنسوش ونقول ونعاود اللي تجرب وصفة من وصفاتي تبعتلي سور انستاغرام بسكو سا مفه انارمي من بليزير كي نشوفكم جربت ووصفاتي سورتو تخليولي دميساج تقولولي مريوما سيلكتين اليوم في العشارة نادرناها لغوست تاعك وعجبة كامل الدار اوه سا مفه انارمي من بليزير الهنايا انا اخذيت واحدة من هادوك المملحات قسمتها لكم بشوفوها كيفاش تجي من الداخل من الطيب ما يكون جربوا هاد الواصفات ان شاء الله اكيد رايحين يعجبوكم شاهدكم بالصحة وحقكم ان شاء الله في الجنة بعد ما كملنا العشار دو كان جوزول الدسير انا اليوم الدسير جاني من واحدة لاباج انستاغرام واسمها اللي نشكرهم بزاف بزاف على هاد العلبة تاعتشكيلة تاعتمر المحشي تمر محشي وعليه الكلام البنات تتمر محشي بطريقة عصرية جميلة جدا ومتقونة يعني وشون قولكم متحوفة 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 اكو تشوفوا التشكيلة اللي راهي لهنا وتقدروز تروح وزيدوا تشوفوا وتضربوا طلاف لاباج انستاغرام تحهم وتشوفوا العجب اللي راهي تدير فيه هاد يا لاباج فخاشمون كيفاش يقدموا هادو ماليدات فوغي وشون قولكم بالنسبة للمناسبات تاعكم الافرح ربما صبوح عروسة ولا عروسة تديها معها فليل تزواجها معها بسك نديو هكذا مأكولات صغار ولا وش نقولكم هم وشان كيتحطو فوق طابلة ولا دانزو ناسيت ولا يزيدو نصف طابلة شوفوا دك تشكيلة كيفاش راهي مانيفيك وولغو ما نهدر الكومش مع مرين الداخل كل واحدة كيفاش بده جلي الداخل تعليف خويده ده كولي الداخل الحاصول ستي ان ديليس مرسي بكو لسافر دادلين اللي هنا حبي تبركن جي نفكركم في هادية لابوسة ليسنت لابنت لابوسة ليسنت هادية لقد درت لكم عليها انا فيديو ديطايه فهمتكم كيفاش تمشي المزايا التحها الموهم درت لكم بيها انا في دемонستراتيو كل جدوت وطفاق رح نتلقاوها في الفيديو اللي رح نخليلكم ان شاء الله رابط تحها في صندوق الوصف دونك لابنت هادية كي رحوا بش يكماندي وقالوا لي مريو ما رحنا بش يكماندي ومالقينا هاش كانت ان روبتور دوستوك اللي بنات اليوم جيت بش يقولكم بلي اللي ديسپونيبل دور كاراهم زادو جابو منها لاباج اختيقل دو بوته اي كوفير donc كاراهم جابو منها فكامل لكولور كي ينمم لكولور هادية لكو تشوفو فيها فلا فيديو كي ينم روش بوردو تاني شابب زف 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 وشيل هايل فيها انو اليترى تخي 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 بي اللي ما يحبوش لبوس لسانت نقولكم هادي ماخي كيما لبوس لسانت لخرين هادي هايلة انا بدتي جربت لبوس لسانت وحد دخرين ونقولكم بلي صح ماشي ملاح مي هادي اليترى تخي تخي بي الاجي كمان لسور يعني اكزاكتوامن لامامشوز كامل لسانيونات تحا جايين كامل اندري دي ميني لسور كي مكتوقت لكم ديجا في الفيديو السابق والا والا حبوبات مرمال ما ان شاء الله راني خليت لكم كامل معلومات تعهد الصفحة حاخليهم لكم هنايا ونخليهم لكم تاني في صندوق روصف ان شاء الله هكذا اللي راهي حابة تكوماندي ان شاء الله هتجوز لكوماند تاحا والا والا حبوباتي بهذا نكونوا لحقنا ان شاء الله لنهاية الفيديو تعنات عنها اليوم لنتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم واستفدتوا منها واستمتعتوا بالمشاهدة تاحا اما لا ديروا لها لايك اشتركوا لي في القناة لا ما زال ما اشتركتوش وفرحوني بتعليق شباب كما انتوما انا نضرب لكم موعد ان شاء الله في الايام المقبلة في فيديو جديد دي سيلة طهالاولي بزبزفر وحتيكم تبقاوا على خير وباي باي يا حبيبات قلبي